سوق آخر للانتقالات انتهى مساء ثلاثاء صفقات فشلت وأخرى تمت لعبون تنقلوا بين الأندية الأوروبية وأرقام متوقعة وأخرى غير متوقعة للمبالغ التي تم إنفاقها كما كان متوقعا فقد كان البريمير ليج الأعلى إنفاقا بسوق الانتقالات الصيفية بمليار ومائة وستة وثمانين مليون يورو وعلى غير العادة كان الدور الإيطالي في المركز الثاني في الإنفاق بخمسمائة واثنين وخمسين مليون يورو في خطوة ربما ستعيد أندية الكالشيو للمنافسة في المحافل الأوروبية الليغة الإسبانية احتلت المركز الثالث ولم تشهد انتقالات ضخمة كعادتها ففي السابق كان ريال مدريد وبرشلونة يسجلان أرقاما قياسية بأسعار اللاعبين إلا أن فالنسيا كان المفاجأة هذا الصيف من خلال إنفاق أكبر المبالغ في المركات الإسبانية وكعادته كان الدور الألماني متوازنا بالإنفاق على اللاعبين بثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون يورو الحصة الأكبر فيها لبطل البوندسليغا بارين ميونيخ أما الدور الفرنسي فقد كان أكثر الخاسرين لللاعبين الذين انتقلوا للبطولات الأوروبية الأخرى بل وكان الأقل بالمبالغ المدفوعة بثلاثمائة مليون يورو ثلثها تقريبا لنادي العاصمة باريسان جرمان ترجمة نانسي قنقر